السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في لاشن تاي ساعدك ويزين ان شاء الله ياربي تكونوا كامل بخير وتكونوا صحح اليوم سوف نقوم بشربة قوية المناعة وبنينا الشربة هذه سوف تكون بالبطاطا والثوم شربة البطاطا والثوم نحتاج لها كما قادر البطاطا بمسور الكمية كما حبيته نحتاج راستوم إذا صغروا زوج بصلة ومكسوسة طرف صغار عندي مرقة الدجاج كنت قمت بها مرة نحتاج الكريمة السائلة نحتاج 100 مليلتر نصف البطاط نحتاج جوية زيت والتوابل ما سوف نحتاجه مرقة الدجاج متبل كما سوف نحتاج الخبز هذا سوف نرى ما سوف نقوم به هذا تستغناء عليه كما تستعمل الخبز العادي نبدأ البطاطا مع بعض نقوم بكمية من الزيت في المغارف الماربعة سوف نقوم بزيت زيتون ثم نقوم بزيت الزيت الذي يريدون الزيت نقليل البصلة ثم نقوم بزيت ثوم ثم انتخذ ثوم نخلي الكمية عن بسنا مع الثوم يتقلى و مليح و بعد نقص البطاطا تاعي دي مقصو كبار و نزيدها لهذا الخليط نخلط شوي و نخليل البطاطا تاعي حتى هي تتقلى شوي قبل نزيد مرق الدجاج مرق الدجاج هنا يكون سخون تكون مسخنتوه مقبل نغطي المرميطة تاعي و نخلي لسوب الطيب في عقلها هنا ما تبديش وقت مزاف ما فيها احدى حاجة اللي نحط طول البطاطا ليهل طيب مهم بين 4 ساعة حتى 22 دقيقة و هنطلوك و نشوفوها مازال ما طابتش و شفتو المرقه بليختار تزيدو لها شوي مرق الدجاج انا كان كافيني قد قد ما بين المرقه التاعي مطي نجيب الخبس داعي و نحمسو اللي ما عندهاش هاد الالة تدهن الخبس داعي بشوي زيتون و تحطوه في المقلع بركو تحمسو على الجهتين و لا تحطوه في الفور يتحمص بعد اللي يتحمص راح نقصو مربعات سقار موسيقى 20 دقيقة لسهو بتاعي طابت هنا بقالي غير نزيد لك 5 خشلي كيل لقد كون 10 سنتين يترى يكون كاس صغير نخلي لك 5 تاعي مع الخالطة هذا مع الشرباء يغضي مره ولمرتين ومبعد الميكسي كل شماضة نحن نحن نزيد المعدنوس والتبشة نتقطه وتقصه وتزيده في هذه المرحلة أنا لا أعرفه فهذه هي اللاسوبة يجيب بثاف هيلة ولم تخافوش من الوقت على السوم لا تبينش فيها خلاص بعد اللي طلب ما يبينش لوقت على السوم خلاص و الجين وقبل نخليكم راح تشوفوا معايا المراحل تاع النمو تاع الدبشة اللي كنت وعدتكم من نعتها لكم كنا زرحناها مع بعض هذي تقريب 13 اليوم وكنت وعدتكم من نعتها لكم كي تبدأ تنبت والمراحل تاع النمو تاحا فالله هذي هي الدبشة تاعي وهنا كنت زرعت ثاني شوي سلاطة كانت عندين سوبيا غا قديمة زرعت فيها كمرا كنت تشوف فيها تطلع ودفت ثاني الزريحة تاع الكابويا اولاسي تخوي هنا هذي كبرت بقالي غا ننقلها لأفلاض نسلنا برك شوية يامات في أبريل هذا وننقلها إن شاء الله نشوفكم في فيديو جاي بإذن الله ونعتلكم المراحل تاع النمو تهذه النباتات شكرا لكم